اشتركوا في القناة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء مهندس أشرف حسني مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتطوير مشروع الـ 1500 قرية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة وقد وجه السيد الرئيس بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان المرحلة الأولى للمشروع والتي تضم 1500 قرية على مستوى الجمهورية وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآراءهم تجاه تطوير مناطقهم وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعالية وتركيز كما وجه السيد الرئيس بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلا على المواطنين مع ربطها إلكترونيا بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكانة ورقمانة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع الشهد استعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع القومي لرفع كفاءة 1500 قرية موزعة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال المحاور التي تستهدف النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وتبطين الترع والطرق وغيرها إلى جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية وغيرها مع توضيح دور ومسؤولية كافة الأجهزة المعنية المشتركة في تنفيذ خطوات المشروع والإطار الزمني التنفيذي المحدد اشتركوا في القناة